عند هذه المخيمات تستقر عشرات الأسر الجوفية الفارة من جحيب المعارك وإلى معركة أكبر يكاد ينسى معك الجوفيون في مخيمات النزوح أنه زمن الصوم حيث يواجهون العديد من المشاكل الإنسانية أبرزها الغذاء وانعدام الصرف الصحي والكهرباء التي لم تعفهم من حرارة فصل الصيف في يوميات الشهر الكريم والله رمضان كويس بس يعني الوضع هنا يعني مزري لا كهرباء ولا ماء غدائية ولا ماء والآن تشوف يعني كيف حالتنا يعني بهذا له في أقباره أوضاع إنسانية وخدمية صعبة لم تذق معك الأسر الجوفية النازحة طعم شهر رمضان ووسط مساحات الجفاف هذه تصارع الأسر النازحة صيف الصحراء الحار حاملة معها حسرة الواقع المأساوي الذي خطف البسمة من وجوههم واستبدلها بالمعاناة والحزن قلنا سنة وثلاثة شهر طعمر في مدرية الحزم وأحلى مدرية المتون والآن عانينا معاناها أكثر من في رمضان من معاناها الأولى أول شيء طعمر الكرهبة من فوقنا ولم شبا كوننا كرهبة عشان ركبهم كيفات ثاني شيء المشروع المياه محصن لما يجيب الليات لعند المخيم مخيمات نزوح غابت عنها أجواء رمضان وحضرت صور الفاقة التي صارت ملمح الناس وهادسهم داخل دوائر النزوح القاسية حيث لا وجود لدور العمل الإغاثي أو ما شاب كذلك من أعمال الخير وإنقاذ الناس من مجاعة محققة تتبدى عنوينها هنا في مخيمات النزوح بالجوف والناس في حالة ارتالها منطالب المظلمات والأهل الخير وكل الناس الخيرين في إسراع عمل الخير للنازحين سواء من محافظة الجوف أو من غير محافظة الجوف شهر قاس يا رمضان هكذا تتحدث الوجوه في مخيمات النازحين الفارين من معارك الحرب في الجوف وعلى أمل تتخجاك براءة وعيون الأطفال للخروج من مأزق النزوح الكبير الذي تحولت فيه يومياتهم خصوصا في شهر رمضان إلى جحيم علي الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر